فيه اربع بيضات وين البيضتين فيه اربع بيضات مخصبة لحظة اه فيه فرخ فيه فرخ واحد كافو بداية التكاثر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم عبدالله او كرمبيت 200 اليوم معنا حلقة 31 من لعبة رانج سيميليتر طبعا الحلقة الاولى بدأنا يعني بداية يعني وسط فقران يلا بس خلونا نبدأ الحين شاء الله نحاول نحسل وضعك طبعا الحلقة اللي فاته جبت ديك بس خلف الكوليس جبت ديك ما جبت جبت دجاج شين ثانية قلت عشان تكاثره السريع لكن للأسف اللي كشفته خلف الكوليس انه ديك تزاوج الساعة 10 مع دجاجه واذا جاء اليوم الثاني تزاوج مع واحدة ثانية يمكن غيرها لول قبل ويمكن يقدر يتزاوج مع لولة لكن انا جبت اربعة وخبر فيه بيض يبي يفقص فيه اربع بيضات وين البيضتين فيه اربع بيضات مخصبة لحظة اه فيه فرخ فيه فرخ واحد فيه فرخ كافو بداية التكاثر ها الحين بداية التكاثر بس للأسف يستهلكون اكل شوف ما بقى عندي الا خيشة واحدة من العلف هذا واحد طيب يمكن ثاني موجود لان انا اتذكر فيه اربع بيضات ها هدو هدو ها فيه اثنين حلو حلو فيه اثنين طلعوا اثنين عندنا فروخة الحين اثنين وباقي اثنين ظنهم عن قريب راح يخلصون لكن اليوم مش عندنا اليوم 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 لازم انتاجر باللحم يعني لازم نجيب حيوان لاحم اه ارخص شيء اقرب شيء الخنزير عزكم الله لازم اسوي شبك انا طبعا قصصت خشب واجد خلف كوليس و جهزته هنا عشان نبي نصنع شبك الخنزير عشان نبي نبيع لحم نبي نستاغني بسرعة نبي نجمع فلوس باكثر باسرع وقت وطبعا الي بيقول صيد ما معلثات طلقاتك اغلبة ضيئ كذا ترمي ما تجيب الغزاء لكن يلا خلونا نبدأ بصناعة الشبك اول شيء اه انا شويت طلعت اي هذا الشبك شبك هل ينفع بدون باب ما اظن انه ينفع بدون باب لكن خلونا نخليه على مستوى هذا ونكبر شوي عشان نقدر نحط المعاليف اه لهم ساحة يعني عشان ما يطمر عز كم الله خنزير فوق ويطلع برا طيب في شيء يعوقه هنا ايهانا انا اللي يعوقه طيب حلو كذا لا انه بالباب طيب لا اول شي نحط هذا بعدين عاد نحط الباب مكان الزاوية طيب لازم ابيه سيده عشان عشان نقدر ناخذ مسافه صح طيب كذا طول مناسب طول كذا مناسب لكن العرض يلا ثنين بثنين خليه ثنين بثنين عشان ناخذ مساحه ونحاول نحط العلف بالوسط لانه غلط غلطات بالحلقات الماضية نحط المعلاف قريب للشبك وصار يطلع طيب كذا اظنه مناسب بس ما ادري اذا كمية الخشب تكفي ولا لا ما انا متأكد كذا لا ما راح يطلع ان شاء الله كذا على جنب الشبك ان شاء الله انه ما راح يطلع طيب باقي ابشيل الزاوية هذي واحط بدالة بوابة عشان نقدر نطلع اذا جبناه او نقدر ندخله ناصر نتونا جايبين طيب اتمنى انه يكفي الخشب والله هني ما انا متأكد مية بالمية لانه بعد براي المعاليف طيب اخر شي البوابة نبي نشوف اهم شي الشبك يكتمل ولا لازم نقص طيب الحين كل شبك يبي مننا حب مجموعة واحدة مجموعة واحدة من الخشب حلو طيب هنا وهنا خلاص اكتمل بس باقي البوابة حلو باقي البوابة ها في تزاوج اثنين يتزاوج مع اثنين على معلومته قبل شوي غلط ايه ساعة عشر مثل ما قلت الساعة عشر تزاوج بس ما حسب ويتزاوج مع اثنتين بنفس الوقت طيب في بيض في كم بيضة هنا في ثلاث بيضات وفي بيضة وين راحة هنا في ثلاث بيضات هنا في ثلاث بيضات ننول في بيضتين هذه ادري لو شيلها خلاص على طول تعصب الدجاجة حلو نخليها هنا طيب في بيضة ثانية وينها وين راحة انا متأكد انه تزاوج اثنين او يمكن القلوب تطلع بين الديك وبين الدجاجة اللي تزاوج معها ها منين جتها منين جت اي هذي على طرف الشبك تضرب طيب خلوني احط المعاليف طيب العلف ايش نحتاج للعلف وين العلف اساسا والله اني ناسي بعض الاشياء اي نحتاج جبير بعد نحتاج جبير لين مصدر المياه هذك مو مذوق يمكن يخلص بسرعة طيب هذا حق الاكل نخلي بالوسط كذا عشان ما يطلعنا الخنزير او اذا جبنا وتكاثرنا عشان ما يطلعنا طيب حق الماء هذا حق الماء نخليه هنا حلو اتمنى يكفي له ان شاء الله يكفي واجد ها كل واحد يبي اثنتين كل واحد يبي اثنتين اعتقد كذا ها حلو هالحين بقى عندي خشب اثنين طيب مصدر من مصادر المياه نحتاج البير البير وش يحتاج يحتاج ستة خشب وعشرين كانكريت هل يمديني اجيب عشرين كانكريت انا كم عندي فلوس عندي خمسمية وستة وخمسين ريال هبدي هذي لحد الان حاقده طيب خلاص انتهى كل واحد يصلح سيارته خلاص طيب خلوني اقفل من فوق طيب خلوني اكبلهن علف هنا غد يتسكت هذي اه لا انا بنغير مكان الماء انا بنغير مكان الماء انا بنغير مكان الماء نحطه هنا لا وين رايح وين رايح حبيبي طلع يتعلم يتعلم العلف يتعلم شون ياكل حلو والله انا ما ادرش وضع المه هذا ما ادره يعبي خلاص كذا الى الابد ولا ينكبنا بعدين طيب هالحين اه محتاجين من المدينة اللي هو عشرين كانكريت لا اهم شيء اهم شيء اه عزكم الله خنزير وبعده الطرقات ما عندي طرقات وبعده الكنكريت الكنكريت ايو محتاج على محتاج على هذي الحد الان خلاص بروح خلاص بجيب اغراض ايوه في انس ما ابي انس الجركة البنزين خلونا عبي هذي والله اه فيه نص ولقيت الجركة الثاني على الفكرة لقيته موجود نفس البيت اللي عند السيارة بس ما انتبهت له الحلقة الاولى لقيته كذا على جنب الكفر هنا فيه كفرات لقيته هنا عنده بس ما ادره وين قلعته الى هذو هذو موجود السيارة عشان عبيه طيب كم به السيارة هالحين طيب حلو فل السيارة فل لكن الحين حنو شون نجيب الخنزين ومعنا الجراكل ما اتوقع يمدينا لكن ابخلي هذا هنا احتياط خليه هنا عشان اقدر اشوفه عشان يمدينا نجيب الخنزين وعلا يا ربي ما نجيش السيارة تبجين الدنيا هذي كله طيب نشوف نحاول 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 ان شاء الله لو ارجع مرة ثانية ما عندي اي مشكلة بس هل فلوس تكافي والله ما ادري كم قيمة الخنزين ياو صار صار اني هربه مسرعة عب خلص حلو 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 تمام الحين ما معي ولا طلقة حتى لو يقف لهذاك بنص الشارع ما يمدين اسوي شي ها وقف عندي كأنه يدري ما معي ولا طلقة طيب شيل لحم عشان نبيعه لعله وعسى نجمع شوي فلوس تنفعنا بالبداية تنفعنا بالبداية طيب الحين بنتوجه للسوق ما ابيتوجه المطعم لانه يحس اللحم لحم الحيوانات برية نفس نفس القيمة تقريبا يعني ان بعته بالسوق هناك ولا بعته بالمطعم 45 دولار تقريبا ايها الحين بشتري طلقات و بشتري خنزير و بشتري العلف اهم شي العلف اجيب علف والماء والله اني ما ادري الكنكريت هازم نمر ناخد كنكريت والسطر اللي عندي هو ينفع لالبير ولا لازم نجيب نوع ثاني من الصطول يمكن حديد ولا شي طيب جبل اللحم او شي خلو نبيعه السلام عليكم طيب سل او شي الحمى ب 15 يعني كلم 45 نقلت 45 الواحدة نسيت اه طيب الخنزير كام 300 اه ما يمدي نجيب بعض الاشياء يعني الحين اه خلو ناخذ انثى او ناخذ ذكر لا ناخذ انثى يمكن نجمع بعدين و نجيب حق الذكر طيب خلو ناخذ واحد طيب خلو نطلع قبل ما يروح علينا تعال 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 طيب اكيد لازم نزغرها اركب اركب ايوه حلو الحين ابي احط الجركل و اتمنى مكان للعلاف و الكنكريت هذا اذا امدان يجيب 20 كنكريت طبعا ما في كنكريت هنا طلقات في 40 انا معي كم 300 ناخذ طلقات 24 طلقة طيب والاعلاف نحتاج 1 2 3 4 كل حسابي 160 حلو حلو راحت ايام الفاسقه راحت اعوذ بالله اني فقران طيب اذن طلقات او شي يلا الله يعين العلاف ما ادري شو نشيلو هالحي شكل شكل بها رجعة ثاني لا لا بدن فيه رجعة ثاني شباب حملت في الطريقة هذي ما ادري تنفع ولا لاني ما لقيت اي مكان لا تنفع تنفع متازع على ظهر الخنزين لكن الحين ابي لقيت طريقة الاختصار اني اقدر نختصر يعني الاختصار من عندي حين ما شلو يعني لو باختصر المزرعة بس يبيلك تطبق من هنا وصير حذر من الشجر وكذا تروح من هنا بين الشجر بين الشجر صحيح خطيرة شوي لكن تنفع 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 معي اذا ما صورت اجي صح ما ادري شسبه اذا صورت اجي بالعياد ما ادري شسبه بالمطر ولا اهم شي الحين مصدر المياه مصدر الحين مش لإضاف Burg بالمطر اشتركوا في القناة 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 حلو تمام طيب يلا يلا نبدأ نسوي البير عشان ما نضيئ الوقت طيب هذا البير وهنا نخليه نخليه خلو نخليه هنا 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 تمام طيب وش احتياجاته من الكنكريت خلص خذ عشرين نخلي الباقي هنا وباقيها الحين الخشب الخشب كم يبي هو ظهر يبي بس ستاك واحد او مجموعة واحدة حلو خلصنا البير يا سلام طيب الحين بنجرب السطل انا ما جبت السيارة انا ليه ما جبت السيارة كله لان السطل الحوستي كله بالسيارة موجودة طيب انا كم عندي فلوسة ساسة 126 يعني يالله بليالله نلحق علف ولا شي نحتاج علف طيب خلو ناخد السطل وهذا هذي سلة البيض خلو نروح في السيارة كاملة احسن البنزين هات تعال يمكن نحتاج الالة بعد يمكن نعبي بنزين ولا شي ولا احتاج قطع خشب حلو هذا السطل اتمن ينجح ينجح يضبط حلو يضبط الحين بنفلل ها حسن تغير الوضع ولا اي لا ما تغير الالة تغير شوي اول لازم نحرك الماوس الحين لا الحرف الاي تعلق على منطقة واحدة هو يعبي من نفسه هو يفتر طيب كدو حلو 13 نعبي له فل خلاص الحين خلصنا اهم شي مصدر الماء الماء اهم شي طيب كدو نعلك علي ايه حلو افضل من اول صراحة غيروه تغير ممتاز اول لازم تمسك الماوس سويدك تسوي كده عشان تطلع يعني مسوين واقعيه عب فل كم كم واحدة وعشرين الف الماء على خلاص يكفي خلاص يكفي الحين ودي يمكن فيه طريقة ان يعبي الجركة الاصفر ما نمتأكد او انه هو خلاص لا نهائي ما ادري عن الجركة الاصفر خلونا نشوف نتأكد منه لا ما يمدي اني عبي ما يمدي يمكن هو هو ما يتعب خلاص هو كده طيب خلاص كده تمام كده وضعنا اوكي خلاص صارحين مراح اااا كل لي有 علاء اني انتظر الدجاج يكبر الصغير ويمكن بيع لحم ولا بيع الدجاج كده نفس الشي كده دجاج او اني اعتبر خسران لو بيعوا الدجاج عادي يعني بخمسين دجاج الظاهر كده او اقل بخمسة وعشرين لكن اهم شي الخنزين نخلي يكبر شوي مقطعة اللاج المهم يا شباب هذا اللي عنده اليوم والله يعطيكم العافية على المشاهدة تمنى ما تنسوا اللايك واشتراك ونشر المقطع ويلا بأمان الله اشتركوا في القناة